القصة اللي أحكيها دلوقتي هي واحدة من أكتر القصص المرعبة اللي عشتها في حياتي واللي كنت بفكر فيها كتير جداً وبحس إنها كبوس ملازمي القصة دي حصلت وأنا صغيرة جداً نكلم تقريباً ست سبع سنين كنت في رحلة مع المدرسة وسعيتها بقى يعني نيرسري الملائهي وكتوبة صوصة طبعاً جداً خصوصاً إني بقى يعني مع صحابي ومدرسيني وحاجة بقى بره دايرة آلي ويعني إحساس بقى غريبة أول مرة حسوا يعني كطفلة صغيرة جداً يمكن لطيف جداً لحد ما في اللحظة بصيت حوالي ما لقتش حد منهم فضلت أدور على زميلي وعلى المدرسين وكل الناس اللي جاية معيهم بس مش لاقي حد خالص طبعاً لحظات مش قادرة وصفها عدت علي وانتو أكيد متخيلين شعور طفلة أصغر من الطفلة تايها وأكيد كنت مرعوبة بعد شوية روحت على جنب كده وقعت عايت بقى وصوت مش عارفة إيه ومش عارفة أعمل إيه قرب مني شوية تولاد في نفس سني تقريباً فاكرة شكلون كويس جداً فاكرة حتى ألواني تي شيرتس اللي كانوا لابسينها وفضلي يرخموا علي شوية وانا بقى مكمل عياط وخفي عمال بيزيد مش عارفة أعمل إيه لحد ما واحد من الأمن في المكان خد بقى له وجاي لي وكان لبس نظارة ومدورة شكلها لذيذ كده وبعد معاناة عارف يطلع مني كلمتين وخدني ورجعني المشرفين الرحلة اللي كنت جاية معاهم وتماماً القصة دي فضلت عاملالي زيت روما رعب فترة طويلة جداً خوفيني أخرج مع أهلي أو ما بقاش شايفاهم في حتة أو أبعد عنهم وأروح أي مكان لإني كنت مقتنعة أني هاتوه منهم تاني بس دي مش أكتر تفصيلة مرعبة الحقيقة في القصة لأن بجد اللي خوفني ورعبني أكتر من فكرة أني أتوه هو أن القصة دي كلها ما حصلتش أصلاً وكل اللي كانوا معايا يومها أكدولي ألف مرة أني لا تهت منهم ولا عيط ولا حد رخم علي ولا أي حاجة حصلت من القصة دي خالص ورغم أني فكرة أدق التفاصيل من اليوم ده زي ما قلتلكم لبس الولادة اللي رخموا علي ونظارة بتاع الأمن اللي أنقذني وكل الألعاب اللي لعبتها وقتها إلى أن فعلاً القصة دي كلها على بعضها كده ملهاش أي أساس وعبارة عن ذكريات وهمية عقل يختراعها وخزنها وبدأ يتعامل معاها أنها حصلت فعلاً والحقيقة أنه دي مش المرة الوحيدة اللي أفتكر فيها حاجة ما حصلتش خالص ولا حتى دي مشكلة عندي أنا بس بالعكس دي ظاهرة موجودة عندنا كلنا وتعامل عليها دراسات كتيرة جداً وظاهرة دي اسمها الذكريات الوهمية أو false memories أغلب الدراسات اللي اتعملت على النقطة دي قالت أن حوالي 30% من المشاركين افتكروا حاجات عمرها ما حصلت لهم وحكوا عنها وعن تفاصيلها بكل ثقة زي ما حصل معايا كده بالظبط الحالة دي لها أكتر من سبب أولهم وده يمكن أكتر سبب منتشر فيهم هو المعلومات الغلطة اللي بتتقال لنا من ناس بنصق فيهم يعني مثلاً لو ليك حد من أصحابك بيحكي ويكرر أكتر من مرة قصص عن موقف معين اتعرضتوله أنتو الاتنين سوا وإنت مش فاكر الموقف ده خالص بعد كذا مرة بتبدأ تتعامل إن الموقف ده فعلاً حقيقي وبيبدأ مخك يزود تفاصيل أكتر ويملى الفراغات اللي صاحبك ما حكاهاش في القصة لحد ما تتحول القصة ليقين كامل عندك انت بقيت بقى بتقول معاه بتعلي على إيه بقى إن هي حصلت انتو اللي تنمتع له على بعد إن القصة دي حصلت الفراغات دي بقى هي السبب التاني إحنا عموماً كبشر بنكره المجهول بنخاف من أي حاجة مش شايفينها أو مش عارفينها زي ما بنخاف من الضلمة لأننا مش عارفين إيه اللي حوالينا فمن غير ما نحس بنعمل كل حاجة علشان نخلص من المجهول ده والمجهول في ذكرياتنا هو الفراغات اللي مش قادرين نفتكرها وعلشان كده ممكن نخلق ذكريات كاملة من العدم ونضف لها تفاصيل ومشاعر ونحولها لحقيقة عشناها علشان ما يبقاش فيه أي فراغ في ذكرياتنا وده بالزبط اللي حصل معايا في حكاية الرحلة أنا فعلاً بجودش فاكرة أي موقف مميز من اليوم ده عشان كده مخي خلق القصة اللي حكيتها لكم في بداية كلامي ومع الوقت تحولت لحقيقة مطلقة في عقلي مفيش بقى أما السبب التالت فهو أن مصدر الصورة أو الذكريات اللي موجودة في عقلك بيختلط عليك يعني مثلاً أنك تشوف مشهد في فيلم أو حتى حاجة حلمت بيها ويعدي عليها وقت طويل وهي في عقلك بس أنت مش قادر تفتكر شفتها فين تحديداً يعني فيه صورة هنا أنت مش عارف أنت جبتها منين فيبدأ مخك أو تبدأ دماغك تخلق حوالين الصورة دي قصة كاملة علشان تبقى مفهومة بالنسبالك والقصة دي طبعاً بتتحول لجزء من ذكرياتك اللي مستحيل تصدق بعد كده أنها مش حقيقية أصلاً الفكرة دي طبعاً مرعبة مرعبة بالنسبالي وأكيد بالنسبال لأي حد هيفكر فيها كويس لأنها ممكن تخلينا نشك في كل ذكرياتنا وخصوصاً اللي مفيش حد عاشها معينا أو كان شاهد عليها غيرنا والحقيقة أن دي نقطة خطيرة جداً لأني بشوف أنه الإنسان أصلاً عبارة عن مجموع أفكاره وذكرياته ومشاعره وأن هي دي الحاجات اللي بتشكل الهوية بتاعتنا واللي بتفرقنا عن بعض فلو شكينا وفقدنا ثقاتنا فيها ده ممكن يدمرنا تماماً بس عموماً الشك مش الطريقة الوحيدة اللي ممكن يتعامل بيها مع فكرة الزكريات الوهمية أو المزيفة في طريقة أحسن ممكن تحول الموضوع ده لسلاح في إيدينا بدل ما يكون نقطة ضعفة عندنا لأن حولوا الحاجة إيجابية حاجة بوزيتف والطريقة دي أنا شفتها في قصة قريتها وأنا بدور وان بعمل سورج كده على الموضوع الزكريات الوهمية ده وبحاول أفهمها والقصة فعلاً عبارة عن معجزة حقيقية هحكيها لكم باختصار المعجزة دي حصلت مع مخرجة نكحة ومشهورة جداً بتقول إن كان فيه واحدة صحبتها دايماً بتحكيلها عن حفلة عيد ميلاد حضروها وهما صغيرين مع بعض وإن البنت الصغيرة اللي كبرت وبقت مخرجة كبيرة بعد كده عملت في الحفلة دي فيديو حلو جداً وكان باين فيه إنها شطرة وموهوبة في التصوير منو هي طفلة وعندها عين حلوة والتفاصيل دي اللي حصل إن بعد ما الموقف دات حكى كذا مرة البنت فعلاً اقتنعت بقى خلاص إنها موهوبة وإنها عندها حاجة مختلفة في التصوير وفي الإخراج وبدأت روح تدرس تصوير وإخراج فعلاً لحد ما وصلت لنجاح اللي هي بقت فيه النهار دا المتحققة جداً وشطرة جداً بس القصة دي فيها مشكلة واحدة بس هي إن اللي صور الفيديو دا يومها ما كانش البنت دي أصلاً وكانت بنت تانية خالص وصحبتها اللي فضلت تحكيلها القصة دي كتير كانت فكرة تفاصيل اليوم غلط وخلطت بين البنتين الحكاية دي تحديداً أنا بشوف إنها بتبين قد إيه ممكن مجرد فكرة بسيطة تغير حياة شخص وتخليه يطلع قدرات هو نفسه ما كانش متخيل إنها عنده وإزاي ذكرياتنا حتى لو كان جزء منها مش حقيقي يعني ممكن يكون دافع كبير لنا في حياتنا ومستقبلنا وإن إحنا نقدر نعمل حاجات إحنا مش متخيلين إحنا ممكن نعملها أنا عارفة إن فيه مواقف كتيرة أغلبنا اتعرض لها بخصوص موضوع الذكريات الوهمية اللي اتكلمنا عليه النهار دا فهكون حبة جداً أقرح حكاياتكم اللي هتكتبوها في التعليقات وأستنيكم لتقابل في حلقة جديدة من حكايات معلمة باي باي